وحتى تعرفوا لأننا سنفارق الدنيا حتى تعرفوا ما حصل الشيخ عبدالله رضي الله عنه كان بينه وبين الشيخ عبدالعزيز عيون السود هذا شيخ القراء في حمص صداقة أنا في السبعينيات ذهبت وأخذني شيخنا إليه زرناه في حمص رحمهما الله قال الشيخ عبدالعزيز عيون السود للشيخ عبدالله الهراري رحمهما الله الوهبية هذا الكلام منذ نحو ثمانين سنة تقريبا أو أكثر أو أقل بشيء الوهبية دفعوا لأشهر ثلاثة مشايخ في سوريا المال حتى يسكتوا عنه هكذا بدأت القصة يعني أول ما جاءوا إلى سوريا تعرفون كان في سوريا يقال صوفية وأصحاب طرق طريقة كذا وطريقة كذا جاءت الوهبية الوهبية يكفرون الصوفية يقولون عن الصوفية مشركون والعياذ بالله كيف بدأوا العمل اسمعوا كيف بدأوا بالمال قال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله دفعوا لأشهر ثلاثة مشايخ في سوريا قالوا لهم اسكتوا عنه يعني في الأول اسكتوا عنه ليس أدعو لمذهبنا هكذا بدأت القصة ثم لما سكتوا عنهم بدأت الوهبية تنتشر وصار لهم دعاة وصاروا يأخذون الطلاب إلى جامعات الوهبية في السعودية يخرجون الدعاة إلى الوهبية وينتشرون في الأرض هكذا صار وفي لبنان كذلك جاءوا إلى لبنان دفعوا للطلاب الذين يدرسون في الأزهر المال أخذوهم إلى جامعاتهم في المدينة وفي مكة وفي غيرها ثم صاروا دعاة للوهبية يقولون لهم طالما أنتم تدعون لمذهبنا أنتم تأخذون راتبا وأكثر الناس في هذا العصر عبيد المال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال